يعني بهالمكان الحلو اللي نحن موجودين فيه أكيد رح نتعرف على تاريخ المكان ورح نتعرف كيف تجدد ونقلب هالمكان لبيت وبيت كتير كبير لصابون الغار وكل شيء له علاقة بالغار ومنتجات كتير كتيرة رح نحكي من نوقت ما بلشت الفكرة ومن القدم إلى الآن بصرنا الرحب ضيوفنا لليوم أكيد مع السيد الياس عرب مدير مبيعات خان الصابون سباح الخير يسعد لي صباحك أستاذ الياس وأيضا بدي رحب المهندس حسام حلبي المدير التنفيذي بالمدينة القديمة سباح الخير يسعد صباحكم يسعد صباحكم شكرا لإستدافتكم لنا بهذا المكان أستاذ الياس وقت نحنا هيك فتنا فعلا مثل ما كنت عم تقول لي بالمقديمة ريحة الصابون عاب هي الريحة الكتير جميلة هل مهنة اللي اشتهرت فيها مدينة حلب ونعرفت فيها صناعة صابون الغار وتميزت خلينا شو نحكي عن هاي المهنة العريقة يلي أبدعوا فيها شيوخ الكاربي المواد يلي عم تنحات فيها مهنة الصابون مهنة قديمة كتير يعني بيطلع عمرها بحلب بحدود الأربعمائة عام وهذا الصابون اقترن اسمه باسم المدينة هاي كون المنتجات الزيتون قريبة من مدينة حلب بعدين تصنيع الصابون بتم ضمن المعاصر بيطلع المخلفات عصير الزيتون مهنة بعدين بتم ما قلت بشيوخ الكار هنن اللي بياخدوا هال مخلفات وبيحاولوها الى صابون غار وبنسب معينة بحيث انه الناس تتقبلوا على احسن وجه انتو حاليا مردودين بخان الصابون من راحة تيكون هذا الخان اللي الفكرة وجدت انه كان ما كان خان صابون مر عليه عدة اعمال لكن بالاخير نحن اقترحنا انه نعمله خان صابون ونخلت فيه اسماء الناس اللي تعبوا بهالمهنة هاي خلال اربعمائة عام العائليات الكبيرة اللي حافظت على صناع الصابون فنحن عملنا هون تجارة الشركة الدقة قديمة هي اللي قامت بهالاعمال كلاتها اهدت هذا الخان ورممته بعد ما كان هذا الخان مهدم نهائيا نتيجة العصابات ووقف باشراف مثل ما راح تشوفها المهندسين المدينة القديمة مهندسين الاسر كلهم كانوا عما يتابعونا اثناء التنفيذ ونحن حولنا كان قبل هالفترة مصبغة قبل فترة كان مقر بيع حبوب قبل بكتير كتير كان مستبل اهه ايه ايوه فمرت عليه كتير مهات هلا بس نحن خلينا نخبر العالم بما انه خان الصابون هو تم افتتاحه بأشهر قليلة نحن قريبين من باب الحديد بحلب القديمة صحيح راح انتقل عند الاستاذ حسام يعني اوشي صباح الخير صباح النور واهلا وسهلا فيك يعني نحن بحلقاتنا بذكرى الانتصار بحلب اليوم فرحتنا مضاعفة اضعاف كتيرة يعني عم نشوف تجديد وترميم خانات تهدمت نتيجة العمالة الارهابية عم نشوف ايضا يعني اعادة اعمار ان كان بالبنى التحتية وان كان بالشوارع وبحلب القديمة خلينا نحكي كيف طلعت الفكرة وكيف عملنا هالخان بمنطقة واخترنا هاي المنطقة اللي هي بنص حلب القديمة وبنص السوق اهلا وسهلا فيكم اولا نحن مدينة حلب القديمة هي المدينة الاخدم والاعراض في الشرس تتميز المدينة بعمارتها الحجرية يعني نحن مدينة الاولى في الشرق من ناحية العمارة الحجرية وهناك مدينة القدس ايضا بالنسبة للمجلس مدينة حلب ومحافظة حلب ومدينة المدينة القديمة كان لدينا عبارة عن نظام معين ونظام النافذة الواحدة الذي قام بتسهيل جميع العمليات التراخيص الادارية للمواطنين طبعا نحن هلا موجودين ضمن المدينة القديمة لكن خارج الاسواق سيد حسان بس فينا نبعد المايك عن دقنا لانهم يترك بدقنا شوي ايوا بس هيك اوكي موجودين خارج الاسواق المدينة القديمة وهي شغلة مهمة جدا يعني نحن كتلة الاسواق في المدينة القديمة دينا العمال ترميمية ودراسات كاملة وانتقلنا هلا اذا منلاحظ كفعالية اقتصادية موجودين كخان كحمامات في المنطقة طبعا مشهورة بحماماتها الخان نحن موجودين فيه هو عبارة عن اول نحسن منقول تعاون مسمر جدا بين مجلس المدينة حلب والفعالية الاقتصادية بحيث انه تم اعادة ترميم الواجهات بشكل كامل اعادة ترميم البنية التحتية للخان اعادة الجملة الانشائية التي كانت متضررة بسبب العمال الارهابية كمان تم اعداد دراسات كاملة وتم اخذ الموافقة ضمن المواصفة السورية ومواصفة مديرية الاسال والمتاحف ونظام الضابطة في المدينة يعني هون الخان كان مدمر نحن رجعنا عدنا هيكلته من جديد طبعا يعني نحن إذا منطلع الواجهات تم بالحيجارة الحلبية الكلسية القاسية طبعا اي حجرة تم استبدالها تم اعادة من نفس نوع الحجر يعني تم بشكل علمي وضمن المواصفة السورية ومواصفة اليونسكو وبحيث انه الخان بني اذا دخلنا لجوه منحس انه عبارة عن لقلقاء اصبح لقلقاء فنية كعمل معماري وعمراني عفهم وكجملة انشائية تم ترميمة يعني والاحجار اللي كانت موجودة رجعتوا استخدمتوها مرة تانية كيف رجعتوا عدتوا هيكلة استخدامة يعني اللي كان اجزاء منا متضررة وغير متضررة نحن في اي دراسة نحن ناخد اسبلت الوضع الراهن اثناء الاعمال البداية اعمال الدراسات يتم فرز الاحجار ووضعها على طرف نعم وتعويض الفاقد بنفس نوع الاحجار نحن الاحجار اللي كانت موجودة رجعنا استخدمناها مرة تانية والفاقد بالحجر استعرضنا بنفس نوع الحجر اللي كان هو موجود ووجود خبراء من موضية الاساب المتاحف وموضية المدينة القديمة نعم رح نرجع عند حضرتك استاذ الياسوة نحكي اكتر يمكن كتير عالم اللده صناعة صابون الغار بالعالم ولكن ما قدروا يعطوا النتيجة نتيجة الصابونة الحلبية يعني هون المنبع الاساسي وما حدا يتحدانا ابدا 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 باي مكان يعني خلينا نحكي عن صابون الغار الحلبية حكينا انه من المنبع حكينا كيف بين عمل ولكن اليوم عنا مميزات اخرى تم اضافة له معطرات ان كان عود وان كان كتير قصص وايضا مواد تجميلية صار يدخل فيها صابون الغار خلينا نحكي عن منتجات صابون الغار صابون الغار هو بصفة عامة بيختص بمدينة حلب يعني ممكن اقول لك ان اذا كان ردنا العلادية نروح نعمل صابون ما بيصوف لانه هو صابون الغار اسمه صابون حلب هو حب حلب وحلب حبته صابون الغار بكل دول العالم اسمه صابون حلب جو حلب بناسب الصابونة هاي الصابونة بتنعمل بهالاشهر هاي اللي هالله انتم موجودين فيها بيتم بعد عصر موسم الزيتون بيتم صناعة المخلفات الصابونة وهي صابونة خلال هالشهرين بنتهي موضوع العمل بعدين تبدأ الصابونة تقطع تتنشف بتنصف بطريقة مراحل الهواء ايوه لكن بدي مر عليها التقوص هاي التقوص الفصول الاربعة اللي بتمر عمدينة حلب تمام هذول التقوص الاربع بيناسبوه ولا صابونة لزلك هي حب الحلب وحلب حمبته نحن كشركة بالنسبة اننا لقينا انه التطور ضروري وبالتطور هذا اضفنا للصابون المعطرات واضفنا له المواد التانية اللي هي ممكن الجليسيرين العود لكل الاحتياجات فالصابون عدد صابون الاستعمال هو الصابون التقليدي اللي راح تشوفوه انتو فيه صابون اسمه صابون مضغوط وهو بعدة روائح وبعدة نكهات بحيث ناس بكل الازواء وتتقبلوه الناس على حسب هالله التقدم اللي صاير ومنافس فيه كمان الصناعات علما انه لا بد من نذكر انه الصابونة الحلبية تصدر كما هي لكل انحاء العالم لكلهم وبكل انحاء العالم بتبقى اسمه صابون حلب يعني فينا نقول انه عمر هالمهنة فينا نقول انه الفين عام قبل الميلاد تقريبا هالمدينة اشتهرت بعمل الصابون وخصيصا من الغار والزيتون ايضا زيت الزيتون يعني اشتهرت واتطورت ولكن كل مرة صار يصير لها اضافات ويصير لها اشياء جديدة اليوم انتو وقت عم تشتغلوا هاي المواد شو هي المواد الاساسية اللي ما فيكن تستغنوا عنا ابدا غير المواد المضافة الله هو بالنسبة لصناعة الصابون ان كان فيه الله هون معنا هوني اه الناس بيحكوا اكتر عن تكوين الصابونة نعم هي المادة الاساسية هو المطراف هو نتيجة عصير الزيتون والمادة اللي بتغلي الصابون هو زيت الغار زيت الغار كل ما كان الصابون بزيت غار اقوى كل ما كان سعره اغلى وكل ما كان الفائد منه احسن لكن الصابون المعطر هو نفس الصابون التقليدي بينطحن وبينضف له تلك المواد التانية لحتى يصير قابل للاستعمال بشكل جيد لكن المهنة هاي مي قديم كتير بيحرب يعني مهنة الصابون انا بعتقد يعني صلى شيء اربعمائة عام فقط قبل اربعمائة عام يمكن اختلفوا المؤرخين شفنا شوية دراسات بيقولوا انه هي اقدام وفي دراسات بتقول انه لا هي ما كتير اديمة لا ما كتير اديمة يعني ما هو القدم يعني هالموضوع التقنيات اللي عم يصنع فيها الحبوبة الصابونة حتى الان يصنع بتقنيات بسيطة عبارة عن حلات ويحطوا فيها المطراف ويحطوا زيت الغار لا هلأ بيهطر يعني كل ما اتطورت المكانة يمكن بتقل جودة استاذ حسام جربت صابون من الخام خلينا نسألو استاذ حسام جربت الصابون هون لا اول شي صابون دقة عديمة مشهور وفي تجريد يعني صراحة يعني بس يعني جربت كيف رواقمة طيب خلينا نحكي بما انه الصابون له خصوصية بالصناعة بالتقطيع وبالمواد كيف نحنا فينا نحافظ على الصابون او كيف نحنا بنينا الخام بما يتلائم مع الصابون يعني اكيد للمكان للعمارة لازم يكون فيه الى خصوصية او الى شروط خاصة لتحفظ الصابون لما ينتزع لما يلحق ارطوبة او ما يتأثر باحوال التأساح كيف نحن 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 اول شي الجدران بتكون فيها عزل وهي عبارة عن جدران كلينية بالاضافة الى بتحسي انت لما بتدخلي انه فيه حتى عزل صوتي وعزل حراري يعني بالبيوت الجديدة ما في هذا العزل يعني قداش معناتها موجود شغل كتير مميز لانه في نحن عراق بالبناء منزل الف الثالث قبل الميلاد حتى الان تطورت مواد البناء في المنطقة وفي المدينة طبعا حلب عمره 12 الف سنة قبل الميلاد حسب اليونسكو بس نحن نحن نجي نلاقي الآثار المحسوسة ان كان في قلعة حلب ولا هلأ الشي نحن نحن موجودين فيه خلينا حكي خمسمائة سنة منلاحز ان العمارة الموجودة هي عمارة بيئية كاملة فصناعة الصابون تتطلب تتطلب متطلبات خاصة من حيث العزل عرض طوبة هاي موجودة ويكون ثانيا القاعات الكبيرة في عندها قاعة كبيرة تحسني تخزني فيها النقطة الاساسية هون لاحظنا انه عملية توظيف العرض للقطعة ما بس عملية التصنيع عملية كمان توظيف العرض وهي شيء رائع فنحن قطعنا مرحلة شوي كمان لقدام إن شاء الله هي مرحلة تسويقية كمان فينا نقول وكتير مهمات حتى التسويق هو متما ذكرها الأستاذ انو حلي الصابون اذا كانوا هلا بتشوفوا بتلاحظوا انهم بيصف بطريقة بيتخللوا الهواء ما بيصف بطريقة يتكدس معنا فوق بعض تقديس ايو اذا كان فوق بعض دور بيتم الرطوبة بيناتهم وبساوي مشكلة فدائما بديكون صف الصابون حتى في المصابين الاساسية بياخدوا مساحات كبيرة هنين وبيصف الصابون حتى عدقوا سنتين او تلاتة بيصفوه بطريقة مثل الخلايا حتى يدخل الهواء لكل الصابونة وتاخد الصابونة عمر الصحيح اذا الصابونة ما كانت نشفانة بشكل كي جيد يعني متما قلت انت الرطوبة بتأثر عليها وتبطع نتائج سلبية الصابونة بتتعامل معاملة كتير لطيفة حتى توصل للمواطن بشكل أطف يعني عملتوا صابونة كبيرة بعد شوية رح نشوفها نحن وياكي اكي دل انا وستاذ لدي عزبان ام فرجناك دك خبرنا كيف قررتوا تشتغلوا لهي الصابونة المميزة وهي اكبر قطعة صابون قديش اخدت منكم تعب وجهد ومواد نحن مدير الشركة له هوايات خاصة هلا صامت من هواياته هو الترميم يعني نحن عاملين ترميم سابق قبل هذا الخان عاملين ترميم دار صغيرة كمان نفسه عاملية بس صغيرة كتير جدا ما خرج يعني تطلع احلى من هوا كمان لانه حوش لما رمم هدا صلخان اكل ترميم سنة كاملة لكن فكر مباشرة هو انه يعمل اللوح صابون يتميز فيه بهالمرحلة هي فهدا اللوح الصابون عمره هلا راح شوفوه عمره سنتين تماما هذا قاعد بالقالب سنة ونصف بعد ما قاعد بالقالب سنة ونصف بعدين يفك عنه القالب وهلا صلوا قاعد هون ثلاثة شهور او شهرين ونصف لكن هو عمره افتراضي بالكامل هو سنتين تمام وزنه الف وخمسمية وعشرين كيلو طبعا نحن فينا تجربة سابقة بحدود تسعمية وخمسين كيلو لكن حبينا نزيد الرقم ونسا نطمح نعمل اكتر من هيك هلا منشوفه مباشر وخلينا هيك نشرح عليه مباشر ولكن قبل ما ننتقل الى داخل خان الصابون خلينا قبل ما نختم استاذ حسام نحكي اكتر عن المشاهد اللي شفناها مباري حكينا بخان الحرير وبسوق السقطية ومرأنا بأسواق حلب القديمة عام نشوف عمليات اعادة الترميم يعني عن جد صدقا ردت الروح لقلنا شفنا العالم قديش عنده ايمان عنده ارادة وبسرعة كتير كبيرة خلينا نحكي يمكن كيف هالاعمال عم يتم تنظيمة وبسرعة قياسية عم تفتح خانات واسواق حلب اول شي حلب كطائر الفنيق يعني رجعت مرة تانية من الرماد وهذا الشيء ان شاء الله ينعكس على المدى الطويل يعني نحن الدمار اللي صار للأسف دمار ممنهج كان الاعمال الترميمية اللي تمت في اسواق هلا انتهت سوق الخابية وسوق خان الحريم وسوق السقطية في اسواق اخرى تم بواسطة جهد التجار والفعاليات الاقتصادية بالتعاون مع المدينة حلب مثل سوق حديدين وعننا سوق منسوان هلا عم يتم اعادة العمار فيهم وما ننسى كمان واهم قابدي عنا هلا عم يتم اعادة ترميمة هو الجامع الكبير اللي هو مركز مدينة حلب القديمة طبعا كلها كان عبارة عن عمال في نوع خصوصية من ناحية تطبيق المواصفات وكان فيه طبعا احترافية جميع العمال اللي تمت بواسطة كادر فني سوري هذه العمال اللي تمت طبعا كان فيه تعب ودراسات وراح يتم الدراسات على مراحل نحن بدينا بالتدخل بالاسواق اللي فيها شوية دمار وعن نتجي هلا الى الدرجة الاسوأ فالاسوأ فالاسوأ بس نحن الملاحظين والحمد لله رب العالمين والفعاليات الاقتصادية في المدينة القديمة عبتريد هي كمان تعود الى نشاطاتها اللي كانت موجودة فيها ومتشجعين التجار شفنا يعني بارح كنا بسوق السقطية يعني العالم متشجعة جايز تفتحهم من الصباح عام يحاولوا انه هنه رغم انه حوالي السوق في عمليات ترمية مستمرة يعني كاننا بساحة الفستو جنب الخان في عمليات ترمية ولكن ما زاليك الناس كانت رايحة جاي عم تمر بالسوق عم تحاول تتبضع من السوق يعني هاي شي كتير ايجابي نعم هاي نحن منعتبر اسم السياحة الشعبية يعني نحن كنا لما نروح نتمشى شوي نطلع اما حول الألعاء أو على الأسواق التقليدية مية بالمية إن شاء الله هلا مرة تانية بترجع إن شاء الله رح ترجع السياحة الداخلية أكيد وإن شاء الله هيك بترجع السياحة وكل السياح بيرجعوا بيجوا على حلم أستاذ حسام نحن كتير بدنا نتشكر الجهود يعني أنتو الجنود يلي موارئ الكواليس يلي عم تشتغلون مع فريق كتير كبير نحن كي بدنا نواجه لهم تحية قبل ما نختم مع حضرتك شو بتحب تقول لكل حدا لكل عامل لكل حدا يمكن مسك حجرة عمر يمكن دعم أي حدا بكلمة صغيرة لحتى تبنى وترجع تتعمر من جديد نحن أول شي نشكر جهودتون كأعلام لأن الأعلام لما بيسلط الضوء على أي فعالية أو أي عمل فهذا معناه نحن بدينا بالطريق الصحيح نحن نشكر كل تاجر والمواطن حاول يعود لبيته ويرممه ونحن رح نقدم له يد المساعدة نحن في مديرية المدينة القديمة مجلس مدينة حلب وفي محافظة حلب يوجد شيء اسمه النافذة الواحدة ندرسه جميع مخططاته ومنطلع إشراف كامل على أعماله يعني ما منكلفه أي شيء بإشرافنا الكامل نتمنى من الجميع أنه يرجعوا لأنه حلب ترجع تنبنى بجهود أبنائه مئة بالمئة أكيد شفران كتير إن شاء الله أكيد دعوة لكل الأشخاص أنه يرجعوا على هذه المدينة في محبة كتير كبيرة عندها وفي كل حجارة فيها الواحد بيحس حاله أنه هو في عراقة في قدم حرام يمكن أنه أهلا ما يرجعوا له لهذه المدينة لينا وين هلأ من الروح؟ هلأ أنا والأستاذ الياس تفضل أستاذ تفضل أستاذ مرسي أستاذ حسام نحن بأرض الديار طبعا هون هي أرض الديار باحة الخان نحن موجودين فيها مثل ما شايف هي هون عبارة عن مثل البيوت القديمة مزينية نحن كلها بالزرع نحافظين على تراثة حاطين أشياء تجميلية هي هالصواني هاللوحات هاي طبعا هذول الصواني ما في هاي الصينية فيني مثلا تهدينيها أو أهدي حالي والله سحتيت العيّة من الحيط خذية لأنه هذا الحيط يعني كتير دقلاب سيمير بشايم أحدا يا قدر ما تحسيني تغذية أنت بالحالي نحن بس هنا مأكدين على موضوع أنه متما منحظة عز الشرق أول دبشق وشام شريب الله حامية طبعا وكل دروب الحب توصل الحب توصل إلى حلام يعني نحن منعتبر بس حبيت عز الصابون بخان الصابون طبعا نحن يجدين على المصلح هاي لكن نحن منقدر كل الناس اللي ساهمت بهالصناعة صناعة الصابون أستاذ الياس خلينا نحكي نتجول مع كاميرات الإخبارية السورية نحكي ليش اخترنا هذا المكان بالذات يعني يمكن في كتير أماكن حوالين بحلب كتير في خانات ليش هون هون هاي بهاي الأرنة بالذات مشينا حتى بطريق ديق شوي لوصلنا حجري هو هذا الطريق الحجري هو أنت داخلي هلا هو على مدينة قديمة هذا عمر الخان خمسمية وعشرين عام عندك تلاقي نحن ليش اخترنا هذا الخان لأنه لاقينا مناسب لسرعة الترميم لهذا الخان لو كان فيه أماكن تهدمت بشكل كبير لكن هون سرعة الترميم هي اللي ساعدتنا أنه ناخد هذا الخان وهذا اللي كان موجود هو محطوط على الصورة للبيع عدم واغذة كتجارة فنحن بدنا نشتغل قلت لك نحن عاملين ترميم قبل هذا الترميم مدير الشركة هلا نعمل ترميم ثالث عمال بيحب هو دائما أنه تم يشارك بمواضيع الترميم وشعار راح نعمره سوا هذا الشعار أنا بتمنى كل الناس تتمسك فيه راح نعمره سوا أنتوا راح تشوفوا هلا أنتوا شتون أنه هاي المبنى وقف السقوفة وقفت كان مهدمة على الأرض يعني مهدمة مهدمة من طريقة منهجية جدا كبيرة لكن وقفناها كلها على حيلة كلها وكل حجر مثل ما قال الأستاذ كانت ترجع على مكانها والسقف كان مكشوف بالكامل كان كله مكشوف بالكامل حتى أحمد خلينا يشوف السقف أي وقع أي طبعا يعني يعني كمان السقف كله من روح وحدة خشب كمان كمان خشب كمان لحيم يعني هو مخصص مشان الحفظ طبعا هاي ديكون الخشب يكون مناسب لهالمصلحة هاي بعدين انتم ما شفتي الموضوع أنه شكل الخان مريح لأنه يصير فيه عرض لهالموضوع هذا ديكتر نائي انت المكان المناسب يعني هون احنا شركة دقة قديمة عنا منتجات كبيرة هلا رح تتجولوا فيها وتشوفوا أكيد استاذ الياس بس خلينا نحكي من شوي حكينا أنه أصلا حطة الصابون وصفتها هي مانا مثل الصفة العادية أو المعتادة كعمل نشوف كيف عم حطينه بتدرجات لحتى يدخل هوا طبعا التخلل الهوا للصابون الصابون بيتميز بنشافه إذا ما اتشاف الصابون بيسيء بيسيء وهذا الاستخدام جدا جدا جيد هو الصابون حتى لو كان بأول سنينه بس نحن نعضع بها الطريقة هي ممكن ما ينبعر سنين ما ينبعر سنتين بعدها في ناس عندنا بعض العقليات الحلبية أن الصابون القديم هو الأحسن فنحن يعني كل ما تعتق كل ما صار أحسن بس موني بدرجة كبيرة هاي معلومة أنا ما طبعا الصابون ممكن استعماله بين 3 سنين و4 سنين كون استعماله جيد بس يجي يعني يطول كمان كتير يعني فوق الخمس سنين بينشف كتير الصابون هلا لو كنت نعم مقطع بالصابون بتلاحظ أن الصابون من برا بتكون لونة أصفر من جوة تكون لونة خضرة وإذا لاحظت هلا لماذا هاي صلى هاي الصابون الكبيرة هاي عن جد أنا طاير عقلي بالروايح طبعا صابون تلغار هلا إذا كان الكاميرا حسن تجيب أنه في بعض النقط إذا كان بتلاحظ عليها هاي نقطة الصفرة هاي هاي نقطة صفرة هاي بديانة ريشة في الصابون هاي مو منزوعة تعتبر لا عم تبدأ بالنشاف فهي صابونة كبيرة حتى تنشف بالدواء الطويل هاي طالعة من قلب صلى ستة شهور يعني ما بتلاحظ تنشف أقل من سنة طبعا الحجم كتير هلا إذا جيت إذا جيت عليها ما يبدو بدو بدو بلخشي صابونة صابونة رافعين عن الأرض ومحافظين عليها ومدللين لحتى ما تدوب نعم يعني منحقي خلينا ناخد هاي الجملة كتير حلوة منحقي افتخر بالشهبة واتغنى ستة الحسن من زارة تهنى نحن في كتير جمل محيطينا يعني بكل الغرف حاطين جمل ونحن نفتخر بهالرونة اللي انت عم تشوفوه هالصفة هاي هاي صفة اذا كان بمعرفة الكاميرا اذا كان جابتها فيها تناسق اذا كان لاحظتي لاحظي هاي هون رقعة كبيرة بعدين تجي أصغر 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 كله هذا يعني بدروس ومعمول بطريقة هادة تسويقية نحن مسرورين فيها كتير تماما يعني عمان شوف عدة أنواع للصابون خلينا نعرف شو يعني نخب أول شو يعني نخب تاني يعني أغلى وليش أغلى هاي بدي أعرف ليش طبعا هو مت ما ذكرت لك بالأول يعني الأقدام لا ما هو الأقدام لنسبة الغار الصابون كله بينصنع بطريقة وحدة الحلة الطبخة خمسة طون بيكون كمية لكن بنسبة الغار اللي تنزاد للصابون في صابون نسبة الغار فيه بالمية اثنين بالمية خمسة بالمية عشرة ممكن يصل للمية خمسة عشرين فهذا يكون الصابون هو الغالي فزيت الغار هو اللي غالي وهو اللي بيغلي الصابون طب قل لي ليش وينهم الأغلى من الأرخص قلين خليني قارن هاي أغلى صابون يعني أنا أنا دائما أبو هذا أغلى صابون هذا اللون غامق هو بيكون أغلى لك نسبة الغار فيه أعلى الشي نسبة الغار عالية جدا هون فيه هذا الصابون اللي جنبه شوائيا أخف يعني نسبة الغار أقل طبعا المستهلك يعني ما كل إنسان بيحسن بيشتري الصابون الغالي هلا بل ما ننتقل للجوة بس أنا عندي سؤال مثلا هاي دخلنا لألوان للصابون كتير هل شي خف من من قيمة الزيوت أو من قيمة الغار أو من قيمة بولا بس ملويناتي وملوينات طبيعية لا ما ملوينات أنا نعرف سر المصلحة طبير كي بدأ افتح معاما هاوية السلامة هدا الصابون نحن هون فيه عندنا بهال حياز اللي انتي شايفتي فيه عندنا 12 نوع صابون 12 نوع صابون كل صابونة فيه إلى ميزة كل صابونة هلا الصابونات هون فيه صابونة هاي بزبدة الشي والجليسيري لا اللي موجودة به السلي هاي هاي ملقية ومبيضة للبشرة وبتساعد البشرة على الشد صابونة الثانية هي صابونة بعطر السر الفخامي والكرياتين هذيك صابونة للأيدي والجسم هاي صابونة هاي خاصة للجسم للرجال لأنه بالعطر عطر السر الفخامي نحن بنعمل عطر السر الفخامي للرجال وعطر السر الأنوسي للنساء والله والله ريحتو كتير حلوي شم أحمد شم متما متما حصيتو أنا عمي بذكر هناك إن فيه سوق النسوان ما ذكر سوق الرجال نهاييا ايه انتو انتو عوض طوال نحن هون فيه عندنا عطرين بنستعملون مع مع العطرين وفيه عندنا هون فيه بالكركم لحب الشباب هذا ايوه هدول هدول ادخال البابونيج الكركم العطرات على صابونة الغار يعني هو شي جديد صح مو جديد جديد يعني عمره شي عشرين سنة تقريبا طب لكل حدا بيقول أنه أنا ما بيستخدم غير الصابون الغار البيور يعني ما بدي فيه لا مونكهات لا بابونيج لا شي هذا موضوع خناع طب بس خلينا نشرح أنه هدول المواد هي ما بتعمل لأي مؤثرات تانية أو بتقلل من قيمة الصابونة لا بتفيد لأنه احنا هلله عم نقولك الله بنسأل هاي الصابونة صابونة الزيوط السبعة هاي بالبابونيج هاي كل الصابونة الى ميزة هاي الليلة الفائقة للبشرة يعني بتفيد البشرة هاي الصابونة لكن فيه ناس إنهم عقلية إنه أنا بدي أستعمل الصابونة الغار وأنا واحد من الناس على فكرة ما بستعمل غير صابونة الغار حتى تكوني للصور يعني رغم أنه بيعيني الصابون لكن أنا قناعتي إنه صابونة الغار هي الأساس في الاستعمال طبعا الصابونة الجيدة اللي نسبة الغار فيها عالية ممتازة جدا أحسن من ستين شامبو وأحسن من الواضيعي رغم نحن بيعين شامبو لكن سابونة الغار هي الأصل هالا هون كمان فيه شوبك أيوا شو هدول هك ديكور هذا لا شوبك نحن من ضمن الأشياء اللي موجودة في المحل هو هذا الشوبك اللي فيه حفرات هذا ممكن يستعملوه للهريسة اللوز أيوا بعد ما بتساوي عجينة الهريسة ممكن تمرلي بالشوبك مرة واحدة على الهريسة بنطبع هالطبع هادة طبع هون انتي بلاحظة هون ديوك هدولي أيوا هون وردة بتنطبع هاي طبعا في عنا كزا شكل من الأشكال هاي لازيني آآ قالب هريسة اللوز طبعا هاي أشياء يعني بتكون هلا هون هاند ميت غير مهنة هاي مهنة من عندكن جاي هاي غرفة غرفة تباشق منسميه نحن أنا حمصية من حمص أنا في شيء بخص حمص وله ما في شيء بخص بدنا غرفة بالخام لتخص هاي الشامية وهون حلبية بدنا حمصية يعني عن جدة مشاهدينا مكان كتير رائع مكان كتير مميز انه لكل حدا يجي ياخد ولكن خلينا نطمن العالم الأسعار كيف الأسعار نحن حتى الآن بلائمة بفضل يعني تواجد المواد محلية نحن دائما وتكون موادك محلية بتكون السعر مناسب انت بيكون السعر غالي لما يكون عما انتي بتستوردي فانتي ما عايز تستوردي حاليا عما تستعملي المواد كلها مواد موجودة هون لذلك سعر الصابون جدا نقيص يعني إذا نقارنه مع أسعاره قديما بيطلع أرخص بكتير بكتير أنا ما رح أقارن لك المقارنة طيب إنه كعملي وكشغلي لكن لا نحن بس عم نحكي إنه هذا المكان أو خان الصابون فيه مين من كان يعني أو يعني جميع شرائح المجتمع فيها تجي وتاخده وبالخطام قبل ما نرجع عند ميسان خلينا نقول شو هي يعني كيف نحنا بتتميز عنا يعني كيف منصدر الصابون كيف منصدره كيف منحطه بعلب خاصة كيف منبعث شو طريقة التخزين والتغليف والتعليم هلا هو حاليا نحن بالنسبة للتصدير دائما القطعة تكون يعني منمقة يعني طبعا قطعة قطعة الصابون لدولة تانية ما بتكون بالشكل اللي هي موجودة هنا حاليا بتكون مغلة في أول غلاف وتاني غلاف غلاف بالكرتون كمان غلاف بالسيلوفان يعني بحيث أنه نحن بنعرف أنه الغرب أو الدول التانية بيهتموا بالتغليف لكن نحن هنا بالنسبة لأنه ما بيرضى المواطن إلا يمشك الأطعمة ما يطلع عملتية ويشمى بأنفوزة عليها غلاف ما بتناسبه أستاذ الياسة يعني كل شيء أنواع صابونات عم نشوفها صارت سائل لا أسهل من أنه ترغيها بإيدك وتعمل جيد كتير كبير فكرنا نعمل صابون غار سائل بما أنه يمكن هو بيرغي بسرعة ولكن ولكن ممكن العالم مع الحل في صار طبعا في عنا غار سائل هذا خصوصي يعني للناس الأرعان إذا بسكت صابون فتنا براف سائل قصة فنحن عم بليله في عنا صابون سائل بنوعية جيدة جدا بالغار موجود ومن زمان موج جديد يعني هذا استعماله وارد يعني إذا كان حب الإنسان يقول صابون غار حتى للجسم فيه كمان لوشن وأشياء هاي في كتير منتجات بتخصي الغار أستاذ الياس نتمنى لكم التوفيق لكل الموجودين هون والمحال التجاري نحن عم يطلعوا معنا ضمن الكاميرا شكرا كتير لك مرسي